طيب من أكثر الأمثلة وضوحاً بهذا الموضوع الـ MVP اللي يساوته Dropbox كل ياتنا منعرف Dropbox بتصور لكن مقدمة بسيطة أكيد Dropbox هو برمجية سهلة جداً لحفظ الملفات وتبادلها بكل بساطة أنت بتنصب التطبيق بيدعم كل أنظمة التشغيل ومجرد أنك تعمل دراق Drop لقلب المجلد تبع Dropbox رح ينتقل هذا الملف لـ Dropbox Service على الكلاود ومنها رح ينعمل SYNC أو نسخة لكل الأجهزة المعرفة لهذا المستخدم طيب أكيد في تقنيات في تحدي كبير بالتقنيات اللي هن تتبعوها لا شك الفريق التقني تبعوهم لازم يكون على درجة عالية من الاحترافية ورح يصمم تطبيقات مختلفة لكل أنظمة التشغيل وهذا مكلف جداً السؤال اللي مع ذلك السؤال اللي كان يعني يراود مؤسس Dropbox وحاول يجاوب عليه هل رح يقدر الزبون أهمية سرعة وسهولة تزامن الملفات ومشاركتها هذا الأمر كان صعب جداً إنجازه بالتطبيقات المنافسة لكن هل الزبون أصلاً الزبون عنده مشكلة والمشكلة كتير محددة بس هل الزبون رح يقدر هذا الحل طبعاً لا سيما إنه المؤسس لما حاول يعرض الفكرة على المستثمرين استنتج إنه الناس عندهم مشكلة بالتزامن الملفات بس إنه غير مدركين إلها ومو فارقة معهن كتير أو مو حاسسين بقيمة تخزين الملف وعمل مزامنة إلو إلى آخره بالحقيقة حتى الآن بتصور كل ياتنا بنعرف فيه ناس بتخزن ملفات على سطح المكتب باستثناء الناس التقنيين طبعاً ولذلك بالتزامن مع الجهود الكبيرة لبناء منتج مثل دروب بوكس كان بده يطمن إذا الزبائن رح يقدروا الحل أو لا فصنع فيديو بنفسه حتى ما سأل شركة تسويق هذا الفيديو ممكن تطلعوا عليه أكيد كان فيديو فني شوي مريح أدم في قيمة المنتج ونشروا بكوميونيتي التقنيين تحديداً يلي هنه أكيد مثاليين لهيك نوع من المشاريع بالفعل الفيديو جذب مئات آلاف الناس للموقع ورفع قيمة الناس المنتظرين لهذا التطبيق من خمسة آلاف لخمسة وسبعين ألف شخص منتظر والفيديو مكن من التحقق منه أنه هذا الزبون بيقدر رح يقدر الحل المطروح فإذن الـ MVP مو بالضرورة أنه يكون هو Application مو بالضرورة يكون أبداً هو المنتج النهائي اللي أنت عم تشتغل عليه ومو بالضرورة يكون MVP واحد